ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في كلمة ختامية بعد المصادقة بالإجماع على مشروع قانون المالية إن الجزائر تشهد حربا إعلامية منتقدا قرار بعض الدول ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية في مدينة العيون وفي أول رد فعل رسمي على قرار فتح دولة الإمارات فتح قنصلية لها في مدينة العيون أكد قوجيل أن موقف الجزائر من قضية الصحراء تابت ويندرج في إطار مساندة القضايا التحررية متسائلا عن أسباب ودوافع فتح بعض الدول من ضمنها الإمارات القنصلية في مدينة العيون وفي ظل الغموض الذي بات يحوم حول حقيقة الوضع الصحي لرئيس الجزائري عبد المجيد تابون قال قوجيل إن هناك أبواق تستغل مرضى الرئيس لنشر التأويلات ويذكر أن الإمارات فتحت قنصليتها في العيون قبل أيام وينتظر أن تلحقها كل من الأردن والبحرين من الدول العربية إضافة إلى هايتي نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر